نتيجة المسابقة الغاية دلوقتي أشكر ومي وهبع معاهم 25 نقطة وأحمد ونرمين ونادر معاهم 35 ودلوقتي وصلنا لآخر تحدي وفي الخناقات الكبيرة لازم نبقى في ظهر بعض أظن عرفنا شروط المسابقة وحنبتدي على طول بالسؤال الأول وبيقول في أي محافظة مصرية تقع قرية نجع البرود؟ السيوت، إنا، ولا المينيا؟ مي وأشكر اتفقوا في الإجابة ودي الإجابة الصح معاهم 10 نقطة الإجابة هي قناة جاهزين؟ نطف الأنوار ونغير مع بعض السؤال عند مجدي ونرمين ونادر وبيقول في أي محافظة مصرية يوجد جبل الملح؟ السويس، الإسماعيلية، بور سعيد أنتو التلاتة اتفقتوا على نفس الإجابة يا إما تكسبوا الخمستاشر يا إما هتخسروا خمستاشر نقطة وإنتو كسبتوا خمستاشر نقطة الإجابة بور سعيد نقطة الأنوار ونغير مع بعض السؤال بيقول ما هو لون غياز الأزون؟ أحمر؟ أزرق؟ أسود؟ للأسف، أنتو التلاتة إجاباتكو غلط الإجابة الصحيحة أزرق هارد لك يا جماعة نطف الأنوار ونغير مع بعض آخذ السؤال في التحدي بيقول ما هو لون غياز الكولور؟ أحمر مزرق أصفر مخدر أبيض مسود أنتو التلاتة ما اتفقتوش على إجابة الإجابة الصح عند نادر أصفر مخدر وبإجابة آخر سؤال في التحدي بيكون نتيجة السكور أحمد مجدي ونرمين ونادر خمسة وخمسين نقطة وأحمد أشكر وميو وهبة خمسة وثلاثين نقطة علشان ياخد مجدي ونرمين أول ثلاث نقطة ويشتد الصراع من المجموع دي لسه أشكر عندهم ثلاث نقطة خلصنا حلقاتنا ونشوفكم إن شاء الله في التحدي الجاي من تحدي الأزواج على القاهرة والناس أشكركم جدا جدا وإلى اللقاء هذا البرنامج برعاية اشتركوا في القناة